السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة ميستر نور المعلوميات ترس جديد مهم لك أحبابي في الله كثير من الناس يستعمل فلاش ميموري على هاتفه يدخل إليه كارت ميموار فلاش ميموري أو أي شيء أخر يوجد عليه بعض الملفات التي تكون مهمة يضغط عليها بالخاطة Delete Supreme يقوم بحث جميع تلك الصور التي تكون على فلاش ميموري للأسف وضع كارثة عليه كيف يقوم باسترجاعه؟ حلقة اليوم سوف أعطيك طريقتين لإسترجاع الملفات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أولا لا تحتاج إلى برنامج والثانية تحتاج إلى برنامج خرافي والميزة الأفضل فيه مجانا أول شي تذهب إلى خانة الويندوز وتضغط على حرف R لتنبثق لك هذه الخيار لتقوم بفتح منفذ الأوامر CMD بعد الضغط على CMD يأتيك بهذه الميزة نأتي الآن لنكتب بعض الأمور عليه سوف أضع لكم رابطها أسفل الفيديو وأنت تحتاجها كثيرا خيار الأول الذي سوف نكتبه نأتي إلى هنا تكتب C-H-K-D-S-K كما تلا تضع إسباس وتأتي بحرف يعني الذي قمت الذي يكون هنا خاص بالFlash Memory انظر معي أنا حرف G أنت لو كان لديك حرف G حرف F حرف E أي حرف تقوم بكتابته على المنفذ الأوامر أنا حرف G كما أخبرتكم سوف نضعه هكذا بعد أن وضعنا إسباس نضع حرف G capital letter أو كبير وبعدها نقطتين ومن ثم نضع فرغ أو إسباس خط هكذا مائل حرف F كما تلاحظ معنا تضغط Enter سوف يقوم بفحص الفلاش ميموري الخاص بك كما تلاحظ تنتظر حتى أن ينتهي ومن ثم تكتب مرة أخرى G الذي يكون على الفلاش ميموري الخاص بك نقطتين ومن ثم Enter بعد مباشرة لنقوم باستعمال منفذ الأوامر الخاص بالفلاش ميموري تكتب التقريب هكذا كما تلاحظه ثم فرغ Dutch H فرغ Dutch R فرغ Dutch S كما تلاحظ معنا ومن ثم فرغ خطمة S فرغ خطمة D ثم فرغ نجمة نقطة نجمة كما تلاحظ معنا هذا هو الأمر الذي نقوم بكتابته أتريب فرغ Dutch H فرغ Dutch R فرغ Dutch S فرغ خطمة S فرغ خطمة D نجمة نقطة D ثم تضغط على Enter بهذه الميزة سوف يقوم بإنشاء ملف على الفلاش ميموري ويقوم باسترجاع الصور التي قمت بيحاذفها عن طريق خطأ ولكن يمكن هذه الميزة لا تصلح مع جميع الفلاش ميموري إن لم تصلح معك هذه الميزة ننتقل إلى الخيار الثاني الذي أخبرتكم به نقوم بفتح المتصفح Google Chrome نكتب EMI Phone Hard Drive Recover بعدها مباشرة اختار هذا الخيار يأتيك البرنامج هنا Free Download كما تلاحظ مجانا تضغط عليه ثم Open تضغط على Install بعد تثبيت البرنامج يأتيك بهذه الواجهة Device and Drive هنا يعطيك جميع الأقراص الصلبة التي تكون على جهاز كمبيوتر خاص بك سواء الداخلية أو الخارجية هنا أسفلها Recycle Bin Desktop , Select Folder الذي يسترجع من الصور لو قمت بحثفها Advanced Option Can't Find Location or Recovery from Crushed Computer Import Scan Result نأتي إلى الفلاش ميموري الخاص بنا ضغط الزر واحدة يقوم بسكان من هنا يسترجع علي هنا جميع الملفات وتأتيك من هنا تنتظر حتى أن أنت يسكان وتجد جميع الصور التي قام باسترجاعها ضغطها مرتين يعطيك Review للصورة الاسترجاعها واحدة تضغط على كلمة Recover واسترجاع ملفات أخرى معها تعطيهم إشارة الصح هكذا ومن ثم تأتي إلى كلمة Recover تضغط عليها ومن ثم تختار المكان الذي تريد أن تضع في تلك الصور تضغط OK يقوم باسترجاعها يعطيك مسار الملف يأتي إلى هنا All File ومن ثم كلمة Photo Photo GPG تفتح معك الصور التي قمت بحذفها عن طريق الخطأ بجودة رائعة وبدون أي مشاكل نفس الشيء على الريسك خلبي أو سلة المهملات التي تكون على الجهازك يمكن أنك قمت بحذفها ويوجد عليها ملفات مهمة عليه تنتظر أن يقوم عليها بعملية Scan وبعدها تلاحظ جميع الملفات التي تكون عليه هنا Photo نواع الصور أو Formal التي تكون خاصة بالصورة تضغط عليها من هنا ومن ثم على كلمة Recover تختار المكان الذي تريده كلمة OK سوف يفتح لك مباشرة All File ومن ثم Photo GPG ويعطيك تلك الصور التي قمت باسترجاعها وهكذا استطعت أن تسترجع ملفاتك فيديوهاتك صورك بالميزة المجانية بدون أي مشاكل أو تعقيدات طبعا يوجد فيها الميز المدفوع على هذا البرنامج ولكن تلك تحتاج إلى ملفات كبيرة لاسترجاعها مثل فيديوهات ثلاثة نقاط هنا يوجد بعض الأمورات التي عليها للأسف حتى الآن لا يحتوي على اللغة العربية ولكن في التحديثات القادمة إن شاء الله يمكن أنها سوف تتوفر وأيضا ميزة الجميلة في هذا الشركة الخاصة بالأم إفون تستطيع توفر لك أيضا تطبيق خاص بالأندرويد باست أندرويد داتا ريكوفري السوفتوير أيضا تحميل مجاني تقوم باستعماله باسترجاع الملفات يعني الصوتية ميساج كونتاكت غالوري فيديو أوديو دوكيمنت معه هنا وأيضا لا ننسى الذين يقوم باستعمال الإيوز أو الإيفون نفس الشي باست إيفون داتا ريكوفري السوفتوير أيضا يقوم بتحميله ويستعمال ربطه مع جهاز الكمبيوتر وسوف يحصل على نتجة جد خرافية أحبابي في اللح ووفر لك مزايا خرافية صراحة ويستطيع أن يعطيك أيضا ملفاتك التي قمت بحثف عن طريق الخطأ أو يعني لم تجدها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك صراحة برنامج خرافي أتمنى منكم أن تقوموا بتجربته لو نعجبكم لا تنسوا نشر حدثهم الفائدة بيننا وكم أخبركم دائما لو كانت لك أو مشاهدة لقناتنا لا تنسى الاشتراك بها التفعيل مع خاصية الجرس الرمدي ليصلك كل ما هو جديد لا أطيل عليكم أكثر من هذا أستودعكم في الذي لا تظلوا له وسوف نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مع السلامة